الفنانة والنجمة جيني اسبير مرحب فيك عبر موقع فوشيا اليوم نحن موجودين بكواليس مسلسل ضيوف على الحب حضرتك بطلة بهيدا العمل نحكي شوي عن شخصيت مرحبا أول شيء طبعا ضيوفي على الحب هو مسلسل اجتماعي في مجموعة كتير كبيرة من النجوم وفي مجموعة كتير كبيرة من الشباب هلأ شخصيتي هي اسمها رغد بتكون ممرضة بتشتغل ممرضة مطلقة وعايشة بغرفة ببيت عربي طبعا عند النجمة شكران مرتجلة هي أغدة طبعا شخصية صباح عندها مشكلة أنه هي طبعا طلق صار قصري يعني جوز الدكتور طلق لأنه هو دكتور وهي ممرضة فأهل وما كانوا قبلانين أنه هو متجوز ممرضة فكتير مأسرة كانت هيدا على حالتها بتصير مع يعني صدفة بالمشفى من خلالها بتتغير حياتها يعني فبتصير بدأ تقرر قرار صعب بحياتها أنه يا ترى يا تختار العقل أو تختار القلب أو ترجع لجوزها وبتعيش بهاي الحيرة وأكيد في تحولات تانية بشخصيتها وأكيد في خطوط مع ناس الموجودين أو الساكنين بنفس البيت بيت صباحا وأنا حبيت يعني الشخصية الشخصية كتير ممكن كتير من الصبايا بيمرؤوا بهذه الحالة بهذه الحالة صعبة وبيعانوا من مضوع الطلاق وكيف بدون يكفوا حياتهم بعض الطلاق والخيارات اللي ممكن تجيهم بعض الطلاق فأنا يعني وقت قريت أن الصراحة كتير حبيت شخصية رغد في أعمال تانية عم تحضرية الموسم الدرامي المقبل نعرف أنهيتي من فترة من عمل بس هيك حابين نعرف تفاصيلك هلأ مؤخرا انتهيت من عمل صور بلادئية مع أستاذ عمار تنميم حسب ما فهمت أنه يمكن يبدله الاسم هلأ مبدئيا اسمه ردة قلبي حكيت شوي عنه سابقا يعني هي شخصية كمان جديدة علي يعني شخصية انتقامية بس هي معنى شخصية سيئة يعني ممكن من ناس من خلال أفعالة بيشوفوها شخصية سيئة بس هذا الشي ناتج عن رد فعل مزروع فيها من طفولة نتيجة أنه والدا قتل وهي بدأت انتأم هي واختلى والدا وأكيد كمان معنى مجموعة كتير كبيرة من النجوم والصبايا والشباب الإجداد غير هيدا العمل نعرفي عندك شي برا سوريا هلأ بصراحة بلبنان ممكن يكون عندي عمل حاليا عم أقراه عمل كوميدي وفي ممكن كمان يكون في عشارية كمان عم بقراها وممكن تكون مفاجأة مع مقابلة مع السيد آدم هي مقابلة مع السيد آدم هلأ مقابلة مع السيد آدم ممكن تكون موجودة معهم وأكيد هو عمل يعني حاز على مشاهدة كتير عالية وعلى إعجاب كتير ناس وأنا منهم يعني وأستاذ فادي كمان هو صديقي يعني ومخرج أنا أقول دائما أنه هنا شخص عنده دائما شي جديد فأكيد بتحمس معه أنه أشتغل بأي مشروع أكيد يعني هو فيه رح تكون شخصية جديدة أو مكان شخصية تاني؟ لا أكيد هي شخصية جديدة بس ما رح حكي لكم عنها لأنه هي لازم تكون مفاجأة للناس دائما نتمنى لك كل التوفيق بدنا ندخل شوي بشي له علاقة بالنجومية لكن أنت على الصعيد الشخصي سنة بعد سنة أو عمل بعد عمل عم يزداد كتير نجوميتك يمكن وجماهيريتك أكتر هيدا الشي بيطلب منك شروط جديدة شروط مختلفة انتقاء خاص بالنسبة للأعمال أكيد يعني هلأ هو أول شي بيطلب الجهد والصبر لأنه نحن الظروف اللي نحن عم نعيشها وظروف اللي نحن عم نشتغلها بدون الواحد يكون عنده صبر كتير عالي هلأ موضوع الانتقاء يعني مدأمن الممثل قادر أنه يعني يختار شي على مزاجه لأنه أول شي هي الاستعرض وطلب ثاني شي هي قصة الظرف اللي نحن محكومين فيه هلأ نحن محكومين بظروف ما عنا هالإنتاجات المهمة كتير طبعا عنا إنتاجات ضمن الظرف الحالي يعني يشكروا عنهم المنتجين يعني قدر الإمكان بس أكيد نحن دائما منطلع على شي أفضل وعلى شي أحسن فأكيد يعني بيطلب مني جهد بيطلب مني أنه أنا طور حالي بيطلب مني أنه دائما نبحث عن شي جديد وإن شاء الله يا رب أنه أقدر يعني لو أنا ما كتير رضياني لأنه مثل ما قلتلك يعني يمكن الظروف ما بتسمحلي يعني يمكن لو زروف تاني كنا بمكان تاني بس دائما أنا بقول نشكر الله وحمد الله على كل شي اليوم بمسلسل ضيوف على الحب شفناك بزرف ساعتين بدلتي أزيائك شي عشر مرات يعني قدرش متعب هيدا الشي وهيدا الأزياء الجميلة اللي شفناك فيها وحيشوفها الجمهور هي انتقائك بتتدخلي بهيدا الشي شفتي شو بيفيد موضوع أنه أنا خريجة كليات رياضة لأنه أنا رشيقة بالتبديل وكن بشتغل بعروض الأزياء كمان يعني إلا الله بتساعدني هلأ ليك نحنا شغلنا مو بس هذا الشي يعني هذا أسهل شي ممكن شفتي يعني نحنا كتير ظروف سهلة هلأ يعني أول شي نحنا عم نتصور بمنطقة يعني كتير سهلة وجم بيتي وعم بدق وعم بدل بي بيتي فظروف سهلة فنحنا منمر بكتير ظروف صعبة بس وقت الإنسان بيحب شغله فما بيحس بالتعب بالعكس بيحس أنه لازم يعمل شي لو تعب بالعكس بيحس أنه هو مبسوط بالشي اللي عم يعمله لأنه بيعرف أنه لقد دام حتكون النتائج حلوى